السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد أخيرا أعلنت شركة سامسونج بصفة رسمية على سلسلة الجالكسي اس 23 سنتعرف معنا في هذا الفيديو على الجالكسي اس 23 العادي مواصفيته والسعر الرسمي الذي ينزل به لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاعجاب بالنقر على الزر لايك إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابعة لآخر الأخبار وتطورات التكنولوجية أولا بأول الشاشة هنا تأتينا بحجم 6.1 إنش مع نسبة استحويف 88.1% تأتينا من نوع دايناميك أموليد 2X مع رفرشري تردد 120 هيرتز تدعم خاصية الالويس اون ديس بلاي وتأتينا مع أفضل طبقة حماية الكورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2 شاشة ممتازة جدا وهذا ما عودتنا به شركة سامسونج مع الفلاكشيبس الخاصة بها يعني بدون شك ستأخذ أفضل تجربة استخدام في الظهر هنا نجد ظهر مصنوع من الزجاج محمي بكورنينج جوريلا جلاس فيكتوس 2 أيضا والفريم مصنوع من الالومنيوم مويت التصنيع هنا بريميوم للغاية على عكس السلسلة الماضية التي رأينا فيها أجهزة تأتينا ضمن فئة الفلاكشيبس مع ظهر مصنوع من البلاستيك بالنسبة أصدقائي إلى ريتنج الـ IP68 لمقاومة الغبار والمياه هنا يمكن الهاتف من الغوص تحت الماء في عمق متر ونصف دون أن يجرى له أي شيء لمدة 30 دقيقة يأتينا الهاتف أصدقائي مع ثلاث كاميرات خلفية وفلاش LED تصميم مميز وجديد الكاميرات منفصلة هتها السنة الكاميرا الأساسية تأتينا بدقة 50 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F1.8 الكاميرا الثانية كاميرا التليفوتو لتصوير الأشياء من قرب تأتينا بدقة 10 ميجا بيكسل والكاميرا الثالثة كاميرا التروايد لتصوير الزوية الواسعة تأتينا بدقة 12 ميجا بيكسل بالنسبة لتصوير الفيديو يصور الـ AS30 بدقة 8K مع 24.30 فريم في الثانية ويأتينا مع كاميرا سيلفي كاميرا أمامي بدقة 12 ميجا بيكسل بالنسبة للأداء نجد هنا معالج من شركة Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 أفضل معالج هاته أسنى من شركة Qualcomm والأهم هنا أن هاته أسنى تأتينا مع نسخة موحدة جميع سلسلة الـ AS30 يعني معالج فقط على عكس السنوية الفريطة حيث كانت الأشيسة تأتينا مع نسخة Qualcomm ونسخة Exynos هاته أسنى نجد نسخة موحدة من شركة Qualcomm أندرويد 13 ووجهة One UI 5.1 مع بطارية ممتازة بحجم 3900 ميلي أمبير مع شحن سريع يصل إلى 25 وات سيعطينا تجربة شحن من 0 إلى 50% في 30 دقيقة يدعم أيضا الـ Wireless Charging الشحن السلكي السريع بسرعة 10 وات و Reverse Wireless Charging الشحن العكسي بسرعة 4.5 وات مدخل USB Type-C يأتينا مع بصمة على الشاشة يأتينا مع سماعات خارجية ستيريو سبيكرز ذات جودة عالية ولا يدعم مدخل 3.5 ميلي للهيتفون جاك كما يتوفر بـ 328 جيجا وثمانية رام للنسخة الأقل وصولا إلى 512 جيجا وثمانية رام للنسخة الأعلى الـ S23 يتوفر بأربعة ألوان الفندوم بلاك اللون الأسود اللون الكريم لون جديد يميل إلى البيج يأتينا باللون الأخضر والليفندر حيث اللون البنفسجي المميز هذه هي الألوان وهذه هي مواصفة الجالكسي S23 الذي يبدأ سعره رسميا بـ 799 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية و 950 يورو في بلدين أوروبا هذه هي المواصفات وهذا هو السعر أنتظر رأيكم في التعليقات أحب أن أؤكد وأريد أن أنواه أصدقائي أن كل التسريبات التي أعطيناها لكم طيلة الأشهر الفريطة كانت صحيحة وهذا ما يميز قائناتنا دائما ما تعطيكم الأخبار الرسمية الصحيحة من مصادر موفوقة فتأكد أن تكونوا مشترك بالقناة لكي لا يفوتك أي جديد إلى هنا وصلنا إلى الختم أشكركم على المتابعة تمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم في النهاية لا تنسوا اللايك سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليس لكم كل جديد أراكم في فيديو قادم إلى اللقاء وشكرا